لو عندك قناة يوتيوب او مدونة بلوجر او موقع او اي حاجة شغال بيها اعلانات شركة جوجل ادسنز على الحاجة اللي انت شغال عليها فالفيديو ده مهم جدا ليك لان ان شاء الله يكون فيه شوية ارباح كده كويسة لو اتبعت الحاجات اللي احنا هنقولها في الفيديو ده ان شاء الله هنطلع فصل الاول ونبدأ على طول حلقة النهاردة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته شهر 12 من الشهور المهمة جدا في السنة واللي اي شخص كريوتور او منشئ محتوى او مبدع لازم ان هو يركز على الشهر ده لعدة اسباب مهمة جدا اول حاجة ان الشهر ده بيكون فيه مناسبات كتيرة جدا بتخلي المعلنين يعلنوا عن المنتجات بتاعتهم وبالتالي زيادة في الارباح مع شركة جوجل ادسنز بعض الشهور في السنة بيكون فيها الموضوع ده وبعض المناسبات يعني مثلا زي دخلة الصيف بتلاقي كل الناس اللي هي عندها حاجة خاصة بالصيف او بتحل مشكلة في الصيف بتبدأ ان هي تزود وتضاعف الاعلانات بتاعتها على اي بلادفورم او اي منصة هي شغالة معاها زي مثلا منصة جوجل ادس او غيرها علشان تبدأ ان هي تضاعف الارباح بتاعتها من المنتجات اللي بتبعها ليه؟ لان في حاجات ممكن ان هي ما تشتغلش غير في اوقات معينة الهدوم الشتوية والكلام ده ده ما ينفعش ان هو يتبع غير في الصيف بس فبالتالي المعالنين بيتطروا يزودوا الاعلانات بتاعتهم في الصيف برضو في دخلة الشتاء اللي هي بتكون بداية شهر اتناشر والكلام ده برضو المعالنين بيتطروا يزودوا الاعلانات بتاعتهم مع الشركات زي مشاركات جوجل ادس وغيرها علشان تبدأ تضاعف ارباحها من المنتجات اللي هي بتبعها فبالتالي حضرتك لما يكون عندك موقع او يكون عندك قناة يوتيوب او حتى تطبيق وتبدأ مثلا تزود نشر فيديوهات يوتيوب والكلام ده فبالتالي هتبدأ الاعلانات تبدأ تضاعف عندك في القناة بتاعتك زي بيكون في منافسة كبيرة جدا ما بين المعلنين على انتشار الاعلان بتاعهم وبالتالي بيدفعوا اكتر وبما ان العائد هيكون مرتفع مع المعلنين فبالتالي هيكون مرتفع عندك وبالتالي هيكون السي بي ام عندك مرتفع جدا والعائد لكل الف ظهور هيكون كويس تعمل ايه بقى لو انت مثلا عندك قناة يوتيوب او عندك مدونة بلوجر او ايا كان اللي انت شغال عليه مع شركة جوجل ادسنز اول حاجة لازم تعملها وانا انصحك بها في الشهر ده بالذات وهي مضاعفة النشر او مضاعفة العمل بتاعك يعني لو هنفترض ان انت مثلا بتعمل كل تلات ايام فيديو لو عندك قناة يوتيوب لا تعمل مثلا كل يومين فيديو لو انت مثلا بتنشر كل تلات ايام على مدونة بولوجر او على موقع عندك لا تبدأ تنشر كل يوم ولو تقدر تعمل اكتر من كده حاول تعمله خلال الشهر ده علشان صدقني هتشوف زيادة في حاجتين اول حاجة مضاعفة في الارباح اللي انت بتبدأ تكسبها زائد ان العائد لما يكون مرتفع فبالتالي هتكسب كده من زيادة النشر اللي انت بتنشره زائد من العائد المرتفع تالت حاجة هتحسن الرنك بتاعك سواء في القناة بتاعته اليوتيوب او سواء في الموقع او مدونة بولوجر ايا كان اللي انت شغال عليه او حتى لو تطبيق انت شغال عليه مثلا مع جوجل او جوجل اب تقريبا حاول ان انت تبدأ تعمله تطويرات وتبدأ ان انت تعمله ابديت علشان الدنيا تكون معك تمام ولو انت بتعمل اكتر من تطبيق وكده حاول ان انت تضاعف التطبيقات دي خلاصة الموضوع لو انت شغال مع شركة جوجل ادسنز او اي منصة اعلانية بيكون فيها اعلانات على قد ما تقدر حاول ان انت تضاعف الشغل بتاعك فيه الشهر ده بالذات اللي هو شهر اتناشر علشان الدنيا تكون معاك تمام وتبدأ ان انت يدخلك ارباح كتير وارباح كويسة لان زي ما قلت العائد بيكون مرتفع بتكون الاعلانات كتيرة اه انت كمان لما تضاعف النشر بتاعك هتكسب كويس جدا انا اذكر كده موقف حصلي قبل كده في شهر اتناشر ده والله ربنا قرمني وحققت منه تقريبا في اربع ايام فقط من اعلانات شركة خمسمية وعشرين دولار حاول بقى على قد ما تقدر ان انت ربنا كده يكرمك وتبدأ تشتغل فيه شهر اتناشر ده علشان ربنا يكرمك وتحقق ارباح كويسة دي كده كانت حلقة النهاردة لو عجبك الكلام ده ما تنساش لايك وتفعيل زر الجرس لو مش مفعله وهسيب لك الموقع بتاعي تحت تاخد عنه فكرة لو حابب ان انت تعمل موقع او حاجة استنونا في الحلقة الجاية كان معكم مصطفى امين سلام